هم الآن موجودون في الحكم وليس فقط بالمسؤولية ولكن بالمشاكل أيضا أنتم كشباب الثورة ألا تخشون من أن تعنتكم في المطالب ورفع سقف المطالب بشكل عالي جدا تعلمون تماما أنه صعب حتى على المعارضة التي تؤيدكم أن تطبقه ألا يبيع وهم لكثير من الناس صدقت هذه الثورة وبالتالي يحدث شرخ في صفوف المعارضة وشباب الثورة أنا أريد أن أرسل رسالة إلى الأستاذ أحمد الصوفي بأن علي عبدالله صالح الذي هو ما زال رئيس الأخ أحمد الصوفي هو من طلب هذه المبادرة في 23 مارس وعدل عليها أكثر من مرة وناقض نفسه ورفضها ثم عاد لوقيحات تحفظات دولي تجاوزنا هذه النقطات لو تجيب عن سؤالي لأن الوقت دهمنا ما يحدث هو الآن أن هناك مطلب شعبي هناك أزمة سياسية حلتها المبادرة الخليجية لكن هناك ثورة شعبية انطلقت في جميع أنهاء اليمن لن تنفذها المبادرة وأعتقد أن الشعب اليمني مصر ومستمر يعني نحن عشر أشهر في الساحات لم يتوقف الملايين تخرج من أجل أهدافها إذا لم يأتي المجتمع الدولي ويقف عند هذه النقطة فأعتقد أنه سيكون في مواجهة الشعب اليمني أريد أن نوه إلى نقطة أخرى ولكن هناك نقطة مهمة سيد الكمالي يعني هناك تصلب في مواقف الشباب تعلمون جيدا أن هناك صفقة وقعت وهي الصفقة الأنسب الجميع يقول ذلك هي الأكثر قبولا للتطبيق يعني لماذا تريدون رفع السقف بهذه الطريقة وأنتم تعلمون أنكم ربما لن تصلوا لهذا السقف كيف لصفقة أن تعطي ضمانات لشخص قتل أكثر من 1500 شخص 1500 شخص في عشرة أشهر وقتل ألاف اليمنيين في طيلة 33 عاما وانتهك الثروات وسرقها كيف لنا أن نقبل هذه الصفقة أصلا شكرا لك من القاهرة حمزة الكمالي من شباب ثورة اليمنية ومن الرياض أشكر الدكتور محمد عبدالله الزلف ربما يجب أن تعطي من هذا الان!!!! سيخطي